مرحبا يسعد لصباحكم كل وقتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم بسبوزة جوز الهند او اسبانيا كيك او نمورة وصفة كتير طيبة وسهلة وسريعة التحضير ومكوناتها بسيطة وما بتحتاج لاي ادوات وما فيها كمان اي تعقيدات وممكن اي شخص يعملها وتنجح معه من اول مرة وهلأ تابعوا معي الفيديو للاخير وانتبهوا على كل المراحل المقادير على الشاشة بتلاقون كمان بصندوق الوصف اول مرحلة منحضر القطر او الشيرة ومنحط بتنجرة كوب ونصف سكر وكوب ونصف مي ولازم يكون القطر خفيف وبنتركه على النار لمدة 7 دقايق او حتى يغلي وبعدين منضيف اقل من ربع ملعقة صغيرة من الحليمون وبنتركه كمان يغلي 3 دقايق ومنطفي النار ومنحطه على طرف حتى يبرد تماما وبعدين منبدأ بتحضير خليط البسبوسة ومنحط ببعاء اربع حبات بيض وطبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة وكوب سكر وممكن تحطوا كوب اللي ربع من السكر بيرجع حسب رغبتكن وملعقة صغيرة مليانة بانيليا ومنخلط حتى يصير لون الخليط فاتح وبالنسبة للبيض ما تقلقوا من وجوده ما بتحسوا بطعمته ابدا بس هو هذا الحلو هيك اصوله وبتمنى تلتزمه بالطريقة وممكن كمان تخفؤ البيض باي خفاءة كهربائية متوفرة عنكم وهلأ هيك تمام وبعدين منضيف كوب لبن زبادي الكوب اللي استخدمته ووزنت فيه كل المؤدير هو كوب المقاس وسعته 250 ملي منضيف اللبن ومنحرك حتى يندمج بشكل جيد وبعدين منضيف كوب اللي ربع زيت ومنضيفه تدريجيا ومنقلب وهلأ منضيف كوب سميد ناعم ولازم السميد يكون ناعم بهذا الشكل ومنضيفه منقلب شوي ومنضيف كمان كوب جوز اللي حندو منقلب وآخر الشي منضيف كوب طحين وملعتين صغار ممسوحات بيكينج باودر ومنقلب باتجاه واحد حتى تنخلط المكونات كتير منيح وهيك الخليط صار جاهز لاحظوا قوامه وبعدين منحتاج لصينية طولة 30 سنتي وعرضة 22 ومندهنه بشوية سمنة او ممكن تدهنوه بالزبدة او اللطحينة حسب شو متوفر عنكم بصير ومنحط خليط البسبوسة ومنوزعه بالصينية بشكل متساوي ومنطرق الصينية شوي حتى يتساوي سطحها وبعدين ندركها ترتاح لمدة ساعة وبعد ساعة مندخلها الفرن المحمى مسبقا على الرف الوسط على درجة حرارة 180 ابتخذ وقت تقريبا من 30 ل40 دقيقة حتى تستوي من تحت وتتحمر الأطراف وبعدين منشغل النار منفوق ومنحمره شوي ورح تلعزوا انه نفشت بالفرن شوي وهذا شي طبيعي وهيك صارت جاهزة والريحة روعة وهلأ منسقيا وهي سخنة بالقطر البارد اللي حضرناه مسبعا ومنحط كمية القطر كلها واللي بيحب القطر كميته كبيرة يعمل كاستين سكر مع كاستين ماي وبنترك البسبوسة حتى تتشرب القطر وتبرد لحظوا كيف تتشربت القطر وبعدين منزينه بجوز الهند وبس تبرد من قطع على مربعات متساوية أو حسب الرغبة ورشت فستو اختيارية وبتتقدامه صحة والف عافية وممكن ضطوه حتى ما تنشاف وتحتفظوا فيها بالبراد لوقت التقديم ولاحظوا شكلها من جوا بصراحة كتير طيبة ورطبة وما بينشبع منها وطعمة البيض ما بتحسوا فيها أبدا 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 وبنصحكم جربوها وهي قطعة تانية وصفة ناجحة ومضمونة وممكن تاكلوا مع أشتر ديامر كمان كتير كتير طيبة وهيك خلاص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا تبعتلي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح أتقن حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم في فيديو جديد يلا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة